السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث قسم الإلكترونيات بالمدارس الصناعية أهلا بكم في حلقة جديدة من برامج التعليم الفني على قناة مصر للتعليم الفني وإن شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض في مادة الاتصالات الإلكترونية وأول درس بيتكلم على الاتصالات اللاسلكية أول حاجة نعرف يعني إيه كلمة الاتصالات بشكل عام طبعا الاتصالات معناها نقل المعلومات من مكان إلى مكان آخر يعني معناها لو أنا عايز أنقل أي نوع من المعلومات سواء كانت المعلومات صوت زي الإرسال الإزاعي أو صورة زي الإرسال التلفزيوني أو صورة مستند زي أجهزة إرسال الفاكس أو صوت وصورة وملفات بتنقل رقميا زي الإنترنت أو إشارات زي الترددات عالية زي أجهزة الرادار زي الأكمار الصناعية كل دي من وسائل الاتصالات المختلفة يبقى كلمة الاتصالات معناها نقل المعلومات من مكان إلى مكان آخر بأي وسيلة أو بأي طريقة النهاردة طبعا إحنا نتكلم مع بعض على الاتصالات اللاسلكية لما أجه أتكلم بقى على الاتصالات اللاسلكية فأقول معناها إيه؟ معناها الإرسال والاستقبال بين محطتين لاسلكيا عن طريق معالجة إشارة المعلومات بالطرق الكهربية يعني إيه الكلام دوات؟ يعني معناها أننا لما أكون عايزة نقل معلومات سواء كانت صوت أو صورة أو غيرها زي ما إحنا قلنا وعايزة نقلها من مكان إلى مكان آخر لاسلكيا يعني الوسط الناقل هيبقى عبارة عن إيه؟ هيبقى عبارة عن الغلاف الجوي الفراغ طيب هل ينفع نرسل الصوت أو الصورة في الجو بشكلها الطبيعي وهي صوت أو صورة؟ بالطبع لا يبقى علشان كده لازم نعمل إيه؟ لازم نحول إشارة المعلومات اللي هي صوت أو صورة أحولها إلى إشارة كهربية الأول مناسبة بتعبر عن هذه المعلومات وبعد كده الإشارة الكهربية دي أقدر أن أنا أتعامل معاها وأقدر أن أنا أرسلها من مكان إلى مكان آخر لو هرسلها لاسلكيا يبقى عن طريق هوائيات الإرسال طبعا هوائيات الإرسال بتحول بقى الإشارة الكهربية دي هتحولها لي إلى موجات كهرومغناطيسية والموجات دي تنتشر طبعا في الغلاف الجوي أو تنتشر في الفضاء وتوصل إلى الجهاز اللي هيستقبل طبعا وجهاز الاستقبال بيبقى ليه هوائيات هو كمان هوائي الاستقبال يحول بقى الموجات الكهرومغناطيسية مرة أخرى إلى إشارة كهربية ويتم استخلاص المعلومات منها لو كانت صوت يرجعها تاني صوت وإذا كانت صورة ترجع تاني صورة يبقى معنى كده تاني باختصار الاتصالات اللاسلكية معناها إيه؟ الإرسال والاستقبال بين محطتين لاسلكية عن طريق معالجة إشارة المعلومات بالطرق الكهربية تعالوا نبص كده على الشاشة ونشوف طبعا الشكل اللي قدامنا الاتصالات اللاسلكية معناها نقل المعلومات زي ما قلنا من مكان إلى مكان آخر وتلك المعلومات قد تكون عبارة عن صوت زي الإرسال الإزاعي أو صورة زي الإرسال التلفزيوني أو صورة مستند زي أجهزة إرسال الفاكس وقد تكون صوت وصورة وملفات بأكملها تنقل رقميا كما في الإنترنت طيب يعني إيه الاتصالات اللاسلكية؟ زي ما كنا لسه بنتكلم دلوقتي قلنا عبارة عن الإرسال والاستقبال بين محطتين لاسلكيا عن طريق معالجة إشارة المعلومات بالطرق الكهربية ومعناها إيه معالجة إشارة المعلومات بالطرق الكهربية؟ زي ما أنا لسه قايل إن إشارة المعلومات سواء كانت صوت أو صورة لازم نحولها لإشارة كهربية الأول تعبر عن هذه المعلومات يعني مثلا لو صوت هنحوله إلى إشارة كهربية عن طريق المايكروفون وبعد كده بيتم التعامل بقى مع الإشارة الكهربية اللي هي بتعبر عن الصوت دي ونعمل لها عملية معالجة أو عملية تعديل وبعد كده أرسلها من خلال أجهزة الإرسال طبعا الشكل اللي قدامي ده بيوضح لي محطة إرسال ومحطة استقبال وزي ما إحنا شايفين طبعا بيكون المحطات دي بيبقى ليها هوائيات إرسال واستقبال بتكون طبعا على أبراج اتصال بتبقى عالية علشان تكون بعيدة عن المباني والأشجار وأي حاجة ممكن تعوق عملية الإرسال طبعا الهوائي زي ما إحنا شايفين بيحول الإشارة الكهربية اللي هي بتعبر عن المعلومات بيحولها إلى موجات لاسلكية وهي طبعا عبارة عن موجات كهرومغناطيسية بتنتشر في الفراغ بسرعة الضوء يقابلها الناحية التانية في الجهة الأخرى هوائي محطة الاستقبال فيحول الإشارة أو الموجات الكهرومغناطيسية يحولها مرة أخرى إلى إشارة كهربية وبعد كده في جهاز الاستقبال بيقوم باستخلاص إشارة المعلومات منها يعني لو كانت صوت يرجعها تاني صوت وإذا كانت صورة يرجعها تاني صورة الشكل اللي قدامي ده برضو بيوضح لي عملية الإرسال والاستقبال تحت هنا في الشكل اللي تحت ده ده إرسال عن طريق الموجات الأرضية زي ما احنا شايفين كده دي أبراج اتصال برضو وقادي هوائي إرسال وبيرسل الإشارة على شكل موجات الموجات دي ماشية بالقرب من سطح الأرض لحد ما يقابلها هوائي الاستقبال وبيستقبلها طبعا ويحولها الإشارة كهربية مرة أخرى ويستخلص منها إشارة المعلومات الغلاف الجوي زي ما احنا شايفين بيوحيد بالأرض وإحنا عارفين إن فيه أكمار صناعية موجودة في الفضاء وإحنا طبعا يعني كل الدول أو معظمها اللي عندها أكمار صناعية بتستخدمها استخدامات مختلفة أمر الصناعي عبارة عن محطة استقبال وإرسال وسيطة بين المرسل والمستقبل على الأرض يعني الأمر الصناعي ده هو عبارة عن إيه محطة إرسال واستقبال ليه هوائيات طبعا؟ هوائيات إرسال وهوائيات استقبال ولكنه مش موجود على الأرض لا ده احنا بنطلعه فوق في الفضاء علشان إحنا نرسل إشارة المعلومات بعد تعديلها طبعا نرسلها من خلال محطات الإرسال فيرسل الإشارات ديه إلى مين؟ إلى القمر الصناعي اللي موجود فوق في الفضاء فيستقبلها وبعدين يكبرها ويعيد إرسالها مرة أخرى للأرض للجهة الأخرى ويغطي مساحة كبيرة جدا طبعا من سطح الأرض بالإرسال لابنا هنا قدرت أستخدم الأمر الصناعي علشان أقدر أرسل المعلومات من محطة إرسال إلى محطة استقبال ولكن طبعا محطة الاستقبال هنا ممكن تكون على مسافة بعيدة جدا ما كانش ينفع أن نحنا نوصل الإشارة مباشرة كده من محطة الإرسال لمحطة الاستقبال بسهولة فكنا نحتاج إلى عدد كبير من محطات الإرسال والاستقبال لكن باستقبال الأكمار الصناعية طبعا بقينا نغطي مساحات كبيرة جدا من سطح الأرض وبطريقة تكون أسهل يعني الاتصالات اللاسلكية نظم الاتصالات الحديثة بتكون بالعديد من الوظائف تشمل تصنيف ومعالجة البيانات والمعلومات قبل إتمام عملية الإرسال ومواقمتها مع نظم النقل المختلفة يعني زي ما قلنا برضو إن فأنظمة الاتصالات لازم بتحول إشارة المعلومات بتحولها إلى إشارات كهربية مناسبة والكلام دوت اللي احنا بنختصره في إيه؟ معالجة البيانات والمعلومات يعني إن أنا بحولها من شكلها الطبيعي اللي هي صوت أو صورة مثلا أحولها إلى إشارات كهربية مناسبة عشان أقدر أتعامل معاها ومواقمتها مع نظم النقل المختلفة يعني لو أنا هرسلها لاسلكيا يبقى لازم طبعا أحولها إلى موجات لاسلكية اللي هي موجات كهر ومغناطيسية علشان تنتشر في الفراغ وعند الاستقبال بيتم معالجة الإشارة المستقبلة واستخلاص البيانات منها وتخزنها وتحولها إلى إشارة ممثلة لنوعية المعلومات السابق إرسالها سواء كانت صوت أو صورة أو غيرها في سؤال هنا على الجزئية دي بيقول لي عملية نقط لا يمكن أن تتم إلا بعد إجراء معالجة للبيانات والمعلومات طيب طبعا السؤال يعني بسيط جدا والسؤال دوة يمكن حتى بيتقرر وبيجي في الامتحانات شفتوا الجزء اللي احنا تكلمنا عنه في بداية الحلقة قلنا علشان أرسل المعلومات من مكان لمكان آخر لازم أعمل لها عملية معالجة الأول يعني معناها أن أنا أحول إشارة المعلومات دي من شكلها الطبيعي اللي هي صوت أو صورة أحولها إلى إشارات كهربية مناسبة عشان أقدر أتعامل معاها وبعد كده أرسلها لاسلكيا يبقى عملية نقط لا يمكن أن تتم إلا بعد إجراء معالجة للبيانات والمعلومات تبقى عملية إيه؟ طبعا عملية الإرسال نرجع تاني يبقى عملية الإرسال لا يمكن أن تتم إلا بعد إجراء معالجة للبيانات والمعلومات الموجات اللاسلكية معناها ايه الموجات اللاسلكية زي ما احنا شايفين في الشكل اللي قدامنا ده الموجات اللاسلكية هي عبارة عن موجات كهرومغناطيسية بتنشأ من مجالات كهربية ومجالات مغناطيسية متعمدة يعني ايه زي ما احنا شايفين كده الموجات اللاسلكية هي عبارة عن ايه مجالات كهربية الموجة اللي هي اللي باللون الاحمر دي ده عبارة عن مجال كهربي طيب الموجة التانية اللي هي اللي باللون الازرق ناخد بالنا ده عبارة عن مجال مغناطيسي وناخد بالنا ان فيه زاوية بينهم 90 درجة يعني الموجة اللي هي بتعبر عن المجال الكهرابي بتتحرك رأسيا زي ما احنا شايفين لأعلى والأسفل طب الموجة التانية اللي بتعبر عن المجال المغناطيسي اللي هي اللي باللون الأزرق بتتحرك وفقيا يمين ويسار زي ما احنا شايفين كده علشان كده بنقول ايه ان المجالات المغناطيسية والمجالات الكهربية متعمدة وتنتشر عن طريق هوائي الارسال الذي يكون باشعاع هذه الموجات في جميع الاتجاهات ولا تحتاج الى وسط مادي الانتشار يعني معناها انها تنتشر في الفراغ يعني مش محتاجة اسلاك علشان تمر من خلالها وتنتشر الموجات اللي هي سلكية في الفراغ بسرعة الضوء اللي هي قيمتها 3 في 10 قس 8 متر على الثانية وطبعا الرقم ده كبير جدا يعني معناها ايه 3 في 10 قس 8 متر على الثانية دي يعني 300 ألف كيلو متر في الثانية الواحدة علشان كده طبعا الاتصالات اللي هي سلكية بنقدر من خلالها نرسل المعلومات وبسرعات عالية جدا طبعا متاخدش وقت القفزات الموجية زي ما احنا شايفين الموجات اللاسلكية لما بنجي نرسلها طبعا فيه عندي هنا ايه المرسل اللي هو جهاز الارسال يعني زي ما احنا قلنا قبل كده ان الموجات ممكن ارسلها تمر بالقرب من سطح الارض فنسميها موجات ارضية لكن لو احنا وجهنا الموجات دي ناحية السماء فوق في dónde هيحصل الموجات هتطلع فوق لاعلى في اتجاه السماء فيقابلها طبقة الايونوصفير ودي طبقة من طبقات الغلاف الجوي فبتعكس الموجات اللاسلكية وترجعها تاني للارض فالموجات تصطدم بسطح الارض فتنعكس وترجع تاني لاعلى يقابلها برضو طبقة الايونوصفير تعكسها وترجعها تاني للارض لحد ما توصل للمستقبل فهنا بنقول كأن الموجات عملت ايه بتقفز زي بالزبط كده لو جبنا كرة صغيرة وروحنا خطنها جامد في الارض فهنلاقي الكرة دي حصل لها ايه هتخبط في الارض وبعدين تطلع فوق ناحية السقف تخبط في السقف وبعدين تنزل تخبط في الارض وبتفضل عمالها ايه الكرة عمالها تقفز طيب الموجات اللاسلكية بالزبط بتعمل نفس الحركة لما بنجي نرسلها بنرسلها كده من جهاز او من هوائي الارسال فالموجات بتطلع فوق ناحية السم تنعكس على طبقة الايونسفير وترجع تاني للارض وبعدين تصدم بسطح الارض فتنعكس مرة اخرى لاعلى وهكذا فبنقول هنا ان الموجات بتقفز يعني ايه بقى القفزات الموجية لما نجي نعرفها نقول هي عبارة عن انعكاس الموجات اللاسلكية التي تشع من الهوائي على طبقة الايونسفير وتعود مرة اخرى الى الارض على مسافة تقدر حسب زاوية الارسال يبقى القفزات الموجية تاني معناها ايه؟ انعكاس الموجات التي تشع من الهوائي على طبقة الايونسفير وتعود مرة اخرى الى الارض على مسافة تقدر حسب زاوية الارسال يعني معنى كده ان انا هقدر اتحكم في المسافة اللي هتوصلها الموجات اللاسلكية ازاي؟ عن طريق التحكم في زاوية الارسال يعني الهوائي دلوقتي نشي احنا قلنا هنوجهه فوق ناحية السماء علشان الموجات تطلع فوق تنتشر في الاتجاه الاعلى ناحية السماء طب انا دلوقتي هوجه الهوائي دوت بزاوية قد ايه؟ وناخد بالنا ان العلاقة هنا علاقة عكسية بين مسافة القفزة وبين زاوية الارسال يعني لو الهوائي دوت خلناه قائم فبالتالي هيرسل الموجات كده رأسيا لأعلى الزاوية القايمة طبعا زاوية كبيرة فهنلاقي ايه؟ هنلاقي ان الموجات هتطلع فوق وتنعكس على طبقة الايونسفير وتنزل تاني في مكان قريب يبقى مسافة القفزة هنا ايه؟ صغيرة لكن لو خلينا زاوية الارسال صغيرة يعني صغرنا الزاوية بتاعت الهواء فهنلاقي ان الموجات هتطلع كده بزاوية حد فهتوصل لمسافة ابعد وبعدين تنعكس على طبقة الايونسفير وتنزل تاني للارض مسافة القفزة هنا بقيت كبيرة يبقى معنى كده ان العلاقة عكسية بين مسافة القفزة وبين زاوية الارسال تعالوا نرجع تاني نبص كده على الشاشة يبقى القفزات الموجية هي انعكاس الموجات اللاسلكية التي تشع من الهواء على طبقة الايونسفير وتعود مرة اخرى الى الارض على مسافة تقدر حسب زاوية الارسال ويمكن ان تصل هذه الموجات الى مسافات شاسعة عن طريق القفزات والانعكاسات الموجية تجاه الارض والعكس الشكل دوت طبعا بيوضح لي انتشار الموجات اللاسلكية وزي ما احنا شايفين كده دي محطة ارسال وهواء الارسال طبعا اللي هو على البرج طبعا في اعلى مكان بيحول لي الاشارة الكهربية اللي بتعبر عن المعلومات اللي انا عايز ارسلها يحولها الى ايه موجات لاسلكية اللي هي عبارة عن موجات كهرومغناطيسية بتتكون من مجالات كهربية ومجالات مغناطيسية مجالات كهربية ومجالات مغناطيسية متعمدة زي ما احنا قلنا من شوية وبتنتشر طبعا في الفراغ بسرعة الضوء زي ما احنا شايفين كده قدامنا الموجات دي زي ما احنا شايفين موجة باللون الاحمر ودي طبعا هنقول عليها الايه المجال الكهرابي وبتتحرك في اتجاه ايه عمودي او رأسي يعني هنلاقيها بتتحرك ايه الاعلى والاسفل الموجة التانية بقى اللي هي اللي باللون الازرق هنلاقيها بتتحرك في اتجاه افكي يعني بتتحرك ناحية اليمين وناحية الايه اليسار فبالتالي هنا بنقول ان المجالات الكهربية والمجالات المغناطيسية متعمدة يعني معنى ان فيه زاوية وجه بينهم تسعين درجة وبتنتشر طبعا في الفراغ بسرعة الضوء زي ما قلنا اللي هي كمتها تلاتة فعشرة اس تمانية متر لكل سانية وهنا طبعا برضو الشكل ده بيوضح لي بصورة اوضح يعني الزاوية بين المجالات الكهربية والمجالات المغناطيسية زي ما احنا شايفين الموجة اللي هي اللي باللون الاحمر دي طبعا مجال كهربي والموجة التانية اللي باللون الازرق مجال مغناطيسي فهنلاحظ ان الموجة اللي باللون الاحمر اللي هي المجال الكهربية بتتحرك رأسيا يعني اتجاه انتشارها ايه؟ رأسيا لكن الموجة التانية كانت بتتحرك افكي علشان كده بنقول ان فيه زاوية زاوية وجه تسعين درجة بما دي اشكال مختلفة لانواع الهوائيات طبعا هويات ارسال وهوائيات استقبال اللي احنا بنستخدمها علشان نحول الاشارة الكهربية الى موجات لاسلكية او موجات كهر ومغناطيسية علشان طبعا تنتشر فيه الفراغ زا ما احنا شايفين الشكل اللي قدامنا ده طبعا ده برج من ابراج الاتصال لمحطة ارسال واستقبال فوق خالص طبعا الجزء اللي انا بشاور عليه ده ده عبارة عن الهوائي هوي الارسال بيحاول الاشارة الكهربية الى موجات لاسلكية الموجات دي طبعا بتنتشر في الفراغ ولحد ما بيقابلها هوائي الاستقبال بتتقاطع معها وهوائي الاستقبال بيحولها مرة اخرى الى اشارات كهربية مرة اخرى علشان نستخلص منها اشارة المعلومات هنا طبعا زا ما احنا شايفين كده ده هوائي الاستقبال الموجات هنا تقطعت معاه مع هوائي الاستقبال فالهوائي على طول بيتولد فيه اشارة كهربية لها نفس تردد الموجات اللاسلكية وطبعا الهوائي يحول الموجات اللاسلكية الى اشارة كهربية ويوصلها الى جهاز الاستقبال فيستخلص منها اشارة المعلومات لو كانت صوت او كانت صورة عايزين نتكلم بقى على الطيف الترددي للاتصالات اللاسلكية في الاول كده نعرف مع بعض احنا عارفين طبعا ان انظمة الاتصالات متعددة وكتير ومجالات مختلفة وزي مثلا معانا التليفون المحمول ما هو لاسلكي طيب الراديو ما هو لاسلكي التلفزيون لاسلكي الاقمار الصناعية لاسلكية اجهزة اتصالات الشرطة لاسلكية الاقمار الصناعية الرادار كل دي انظمة اتصالات لاسلكية يعني الموجات بتاعتها بتكون موجودة في الجو في نفس الوقت طيب هل بقى احنا لما بنستخدم الراديو بنلاقي فيه تداخل مع موجات التلفزيون او لما اجي اتكلم في التليفون اسمع صوت الراديو طبعا لا ليه؟ علشان المدى المحدد للاتصالات اللاسلكية هو مدى كبير جدا طبعا قسمناه لأقسام بحيث أنه كل قسم نستخدمه في تطبيقات معينة علشان يبقى كل جهاز لاسلك زي الراديو أو زي التلفزيون أو زي التلفون يستخدم ترددات مختلفة عن الجهاز الآخر علشان تبقى الموجات كلها موجودة في الجو في نفس الوقت ولا يحدث بينها تداخلات يعني معنى كده أن الراديو الموجات الإزاعية بتبقى الموجات اللاسلكية الخاصة بالمحطات الإزاعية موجودة في الجو في نفس الوقت وهي محطات متعددة لما بيجي شغل الراديو بيستقبل الإشارة دي بس ليه؟ علشان زي ما قلنا أن الجهاز هيبقى مصمم علشان يستقبل مدى محدد من الموجات اللاسلكية لها ترددات معينة فموجات التلفزيون موجودة في الجو في نفس الوقت بس لها ترددات مختلفة فالراديو مش هيستقبلها بالمثل بقى كل الأجهزة اللاسلكية علشان كده زي ما قلنا المدى المحدد للاتصالات اللاسلكية قسمناه إلى 8 أقسام وكل قسم منهم هنستخدمه في تطبيقات معينة تعالوا نبص مع بعض كده على الشاشة عندي أول قسم قسم الترددات المنخفضة جداً VLF وطبعاً الرموز دي نحفظها كويس ودي الإختصار بتاع القسم يعني إحنا بنقول قسم الترددات المنخفضة جداً المصطلح ده معناه إيه V يعني very وL يعني low والF يعني frequency يبقى معناها إيه ترددات منخفضة جداً طيب القسم دوت بيبدأ من كامل كامل ترددات بتاعته من 3 كيلو هرتز إلى 30 كيلو هرتز طيب قسم الترددات المنخفضة اللي هي LF أو low frequency معناها إيه ترددات منخفضة فبتبدأ من كام من 30 كيلو هرتز إلى 300 كيلو هرتز ناخد بالنا إن إحنا في كل مرة بنضرب في 10 يعني كانت 3 كيلو في الأول ضربناها في 10 بقى 30 القسم الثاني من 30 كيلو هرتز ل300 كيلو هرتز طيب القسم الثالث اللي هو الترددات المتوسطة MF أو medium frequency من 300 كيلو هرتز المفروض أقول بقى إيه ل3000 كيلو هرتز و3000 كيلو هرتز يعني 3 ميجا هرتز القسم اللي بعدها قسم الترددات العالية اللي هي HF أو high frequency بتبدأ من 3 ميجا هرتز إلى 30 ميجا هرتز القسم اللي بعدها قسم الترددات العالية جدا اللي هي VHF يعني very high frequency بتبدأ من 30 ميجا هرتز إلى 300 ميجا هرتز قسم الترددات المتفوقة الUHF بتبدأ من 300 ميجا هرتز إلى 3 جيجا هرتز قسم الترددات الفائقة اللي هي SHF من 3 جيجا هرتز إلى 30 جيجا هرتز قسم الترددات الفائقة للغاية EHF بتبدأ من 30 جيجا هرتز إلى 300 جيجا هرتز نلاحظ زي ما قلنا أنه في كل مرة هنا بنضرب A في 10 طيب ترددات هنا بتزيد نقص بقى كده على أطوال الموجات هنلاقي أن قسم الترددات المنخفضة جدا أطوال موجاتها طويلة جدا من 100 كيلو متر إلى 10 كيلو متر يعني معناها بأسم على 10 طيب قسم الترددات المنخفضة هتبدأ من 10 كيلو متر أطوال موجاتها إلى 1 كيلو متر قسم الترددات المتوسطة من 1 كيلو متر إلى 100 متر لأن الواحد كيلو يعني ألف متر لو أسمناها على 10 يبقى 100 متر طيب قسم الترددات العالية أطوال موجاتها من 100 متر إلى 10 متر قسم الترددات العالية جدا من 10 متر إلى 1 متر قسم الترددات المتفوقة من 1 متر إلى 10 سنتيمتر قسم الترددات الفائقة من 10 سنتيمتر إلى 1 سنتيمتر قسم الترددات الفائقة للغاية من 1 سنتيمتر إلى 1 ملي متر لاحظنا ايه؟ لاحظنا هنا ان الترددات كل ما تزيد اطول موجتها تقل يعني العلاقة بين التردد وطول الموجة علاقة عكسية طبعا تحت هنا احنا كاتبين الاختصارات بتاعة الرموز اللي موجودة فوق عشان نحفظها كويس very الاختصار بتاعها V frequency اللي هو التردد الحرف بتاعها F اول حرف من الكلمة يعني super اول حرف منها S لو اول حرف منها L medium حرف M high اول حرف اللي هو ال H ultra حرف U extremely حرف E طبعا الرموز او الاختصارات دي زي ما قلنا في سؤال ساعات بيتكرر في الامتحانات يقول اذكر المدلول العلمي للاختصارات الاتية ويجيب لي بعض الرموز اللي احنا درسناها او الاختصارات اللي درسناها في المنهج بحيث ان احنا نقول معناها ايه فطبعا مثلا يقول لي اذكر المدلول العلمي للاختصارات الاتية ويرح كاتب لي VHF او تيجي في صورة اكمل مثلا الاختصار VHF يعني نقط فنقول لي ايه VHF يعني ترددات عالية جدا تعالوا نكمل مع بعض بعض التطبيقات الهامة للترددات المختلفة يعني الاستخدامات بقى اول قسم اللي هو قسم الترددات المنخفضة جدا والمنخفضة القسمين دول بنستخدمهم اساسا في الطلغراف والملاحة القسم التاني القسم الترددات المتوسطة MF ده بيستخدم في البس الازاعي المعتاد يعني ايه البس الازاعي المعتاد اللي هو الراديو بس احنا عارفين ان الراديو في عندي نوعين فيه اجهزة استقبال AM والنوع التاني اجهزة استقبال FM طيب اجهزة الاستقبال AM اللي هي المعدلة التساعيا طبعا بيتكون الترددات بتاعتها متوسطة لكن اجهزة الاستقبال الازاعية الFM اللي هي التعديل الترددي بتستخدم ترددات عالية جدا هنا بقى في القسم ده اللي هو قسم الترددات المتوسطة ده بيستخدم في البس الازاعي المعتاد اللي هو مقصود بيه اجهزة الاستقبال الازاعية الAM عشان تردداتها متوسطة طيب عندي بقى قسم الترددات العالية وده بيستخدم في بعض الهواتف والاتصال بين السفن والطائرات طبعا احنا عارفين ان الطائرات بيقى فيها اجهزة لاسلكية والسفن نفس الكلام بيقى فيها اجهزة لاسلكية بتستخدم ترددات عالية قسم الترددات العالية جدا VHF هنا بيستخدم في بعض انظمة التلفزيون ومقصود هنا بانظمة التلفزيون اللي هو الارسال الارضي احنا عارفين طبعا التلفزيون فيه قنوات ارضية اللي هي زي القناة الاولى والقناة التانية والقناة التالتة القنوات ديت احنا بنستقبلها من خلال هواقيات استقبال عادية مش الديش ما بنستقبلهاش من خلال الاقمر الصناعية احنا دلوقتي بنتكلم هنا في الجزء ده على مين طالما بقول انظمة التلفزيون يبقى على طول مقصود بيها الارسال اللي هو الارضي يبقى قسم الترددات العالية جدا بتستخدم في بعض انظمة التلفزيون اللي هي القنوات الارضية زي ما قلنا والارسال الازاعي طيب هنا بنقول الارسال الازاعي يبقى مقصود بمين هنا مقصود باجهزة الارسال الازاعية الFM اللي هي التعديل التردودي او المعدلة الترددية لان زي ما قلنا النوع الاولاني الAM ده بيستخدم ترددات متوسطة لكن اجهزة الاستقبال الازاعية الFM بتستخدم ترددات عالية جدا وكمان قسم الترددات العالية جدا بيستخدم في انظمة التحكم بالحركة الجوية وانظمة اتصالات الشرطة في استخدامات اخرى لسه قسم الترددات المتفوقة او الUHF وطبعا دي بنستخدمها في انظمة التلفزيون وبرضو هنا مقصود بيها الارسال التلفزيوني اللي هي القنوات الارضية بس احنا عارفين طبعا القنوات الارضية زي القنوات الاولى والتانية والتالتة بتستخدم ترددات اللي هي الVHF اللي هي الترددات العالية جدا فيه قنوات تانية اللي هي زي القنوات الرابعة والقنوات الخمسة القنوات دي بيتم بسها على الUHF اللي هي الترددات المتفوقة وكمان قسمة الرادار المتفوقة بيستعم في أنظمة الرادار والأكمار الصناعية الأكمار الصناعية هنا بقى اللي مقصود بيها يعني لو قلنا القنوات التلفزيونية الفضائية اللي احنا بنستقبلها من خلال الريسيفر يبقى هنا دي اسمها أكمار ايه صناعية لأن أنا هنا بستقبل القنوات ديت ما أنا بستقبلها برضو بخمال التلفزيون ولكن عن طريق مين؟ الريسيفر فبيستقبل ديت عن طريق الأمر الصناعي فنفرق طبعا ما بين الاثنين أول ما نقول إرسال تلفزيوني يبقى مقصود بيه القنوات الأرضية أكمار صناعية يبقى ديت من أمثلتها القنوات الفضائية لكن طبعا الأكمار الصناعية لها استخدامات كتير مش مجرد بس القنوات الفضائية التلفزيونية لا لحنا بنستخدم الأكمار الصناعية في الأرصاد الجوية وبتستخدم في استخدامات عسكرية وبتسهل في أنظمة تحديد المواقع طيب قسم الترددات الفائقة اللي هي SHF القسم دوت بيستخدم في أنظمة الرادار المختلفة وفي توصيلات موجات المايكرو ويف وعدد من أنظمة الاتصالات المتحركة قسم الترددات الفائقة طبعا قبل بس ما نعدي النقطة دي أنظمة الاتصالات المتحركة معناها إيه مقصود بيها اللي هي شبكات التليفون المحمول يبقى الاتصالات المتحركة مقصود بيها شبكات التليفون المحمول ويمكن الجزء دوت هنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله باب كامل بيتكلم على الاتصالات الخلوية اللي هي شبكات التليفون المحمول وهندرس فيها إن شاء الله تركيب التليفون المحمول والمحطات اللي هي محطات الإرسال والاستقبال اللي موجودة ومنتشرة في كل مكان وإحنا بنشوفها طبعا هنعرف طريقة عملها وتركيبها ايه قسم الترددات الفائقة للغاية ده بيستخدم في بعض انظمة الكتارات وانظمة الرادار كده احنا عرفنا التطبيقات او الاستخدامات المختلفة للاقسام المختلفة للترددات اللاسلكية ألطيف الترددية للموجات نقط سؤال مهم هنا على الجزئية دي بيقول لي ايه ألطيف الترددية للموجات نقط يمتد في مجال التردد من 300 هرتز الى 300 جيجا هرتز واخدين بالنا ان ترددات دي من 300 هرتز يعني ترددات منخفضة جدا الى 300 جيجا هرتز يعني ترددات فائقة للغاية يعني الموجات دي بنسميها الموجات الراديوية اللي هي بتبدأ من ترددات منخفضة جدا حتى موجات تردداتها فائقة للغاية طيب في سؤال تاني بيقول لي قسم الترددات نقط يمتد بين 300 هرتز الى 3400 هرتز ناخد بالنا لقولنا كيلو هرتز ولا ميجا هرتز ولا جيجا هرتز يعني الترددات دي منخفضة ويستخدم هذا القسم في الانظمة التليفونية وستخدم في التليفونات الله يبقى على طول قسم ايه الترددات الصوتية طيب ما هي العلاقة بين التردد وطول الموجة احنا لسا يليل من شوية طبعا لما اتكلمنا على الاقسام المختلفة للترددات اللاسلكية فلاحظنا ان كلما زاد التردد طول الموجة ناحية تانية بيقل يبقى العلاقة بين التردد وطول الموجة علاقة عكسية طب يعني ايه التردد ويعني ايه طول الموجة اي موجة طبعا بيكون لها تردد يعني عدد الزبزبات الكاملة التي تحدث في الثانية الوحدة يبقى التردد هو عدد الزبزبات الكاملة في الثانية الوحدة والتردد بيقاس بوحدة اسمها الهرتز اللي هي زبزبة لكل ثانية او زبزبة على الثانية طيب طول الموجة بقى زي ما احنا شفنا برضو ان اي موجة بتاعت التوارد متردد بتتكون من ايه كأنصف موجبة وسالبة مش كده يعني فيه قمم موجبة وفيه قمم ايه سالبة طول الموجة هو المسافة بين اي قمتين متتاليتين للموجة الجيبية سواء كانت موجبتين او سالبتين وطول الموجة يتقاس بوحدة المتر لانها طول والاطوال بتقاس بايه بالمتر تعالوا نشوف كده مع بعض على الشاشة يبقى التردد هو عبارة عن ايه زي ما قلنا عدد الزبزبات في الثانية الوحدة طب طول الموجة زي ما احنا شايفين على الشكل اللي قدامي ادي موجة جيبية بتتكون من ايه كمم موجبة وكمم ايه سالبة طب طول الموجة هو المسافة بين اي قمتين متتاليتين للموجة الجيبية سواء موجبتين او سالبتين وممكن كمان نقول ان طول الموجة برضو يساوي المسافة بين اي نقطتين متتاليتين على الموجة ومتفقتين في زاوية الوجه يعني ايه يعني لو جينا مثلا على النقطة اللي في البداية كده النقطة دي هي بداية النصف الموجة صح؟ مين النقطة التالية لها اللي بعدها يعني اللي زيها ومتطفقة معها في زاوية الوجه؟ يعني بداية النصف الموجة باللي بعدها يبقى المسافة من اول هنا لحد هنا دي برضو نسميها ايه؟ طول الموجة وطول الموجة يقاس بوحدة المتر طيب تردد هو عدد الزبزبات الكاملة التي تحدث في الثانية الوحدة لموجة الطيار المتردد ويقاس بالهرتز ما هي العلاقة بين التردد وطول الموجة؟ احنا لسه قيلين علاقة عكسية طيب العلاقة دي بتتبع القانون او العلاقة اللي هي لمدة بتساوي C على F لمدة تساوي C على F لمدة يعني معناها ايه؟ طول الموجة طيب C يعني معناها سرعة انتشار الموجة وإحنا اتفقنا ان الموجة بتنتشر بسرعة الضوء اللي هي ثلاثة في عشرة أس ثمانية متر على الثانية والF هو التردد بالهرتز في مسألة على الجزء دوة مهمة وبتتكرر في الامتحانات تعالوا نشوفها مع بعض كده بيقول لي هنا ايه؟ اوجد الطول الموجة اللي هو لمدة لكل من الترددات الاتية انا عندي دول ثلاث مسائل او ثلاث ترددات F1 بواحد كيلو هرتز F2 مئة كيلو هرتز F3 عشرة ميجا هرتز وماذا تستنتج من النتائج؟ يعني عايزني اجيب اطوال الموجات وبعد كده استنتج ايه؟ من النتائج اللي انا حصلت عليها اهو نشوف اول مسألة بنقول عند التردد F1 بواحد كيلو هرتز طول الموجة هيساوي ايه؟ اقوله لمدة تساوي C على F C اللي هي كم؟ ثلاثة في عشرة أس ثمانية ثبتة طبعا الرقم ده نبقى حفظينه طيب على F ال F هنا بكام؟ واحد كيلو يبقى هقول واحد في عشرة أس ثلاثة ليه؟ علشان زي ما احنا عارفين ان الكيلو هرتز يساوي كام؟ يساوي ألف هرتز يعني عشرة أس ثلاثة هنقسم طبعا البسطة على المقام ثلاثة في عشرة أس ثمانية على واحد في عشرة أس ثلاثة هتطلع تلتمية ألف متر تلتمية ألف متر طبعا رقم كبير شوية فنعمل ايه؟ ممكن أحوله لكيلو متر يعني أقسمه على ألف لأن الكيلو متر في ألف متر يبقى الرقم ده هيساوي كام؟ تلتمية كيلو متر طيب نشوف المسألة الثانية عند التردد بقى F2 مئة كيلو هرتز فهنقول لمدة تساوي C على F السيب كام؟ ثلاثة في عشرة أس ثمانية والF هنا مئة كيلو هرتز يبقى مية في عشرة أس ثلاثة هنقسم برضو البسط على المقام هتطلع لي كام؟ تلاتة تلاف متر برضو الرقم كبير طالما أكتر من ألف فأقدر أن أنا أحوله للكيلو متر يبقى هقسم تلاتة تلاف على ألف هتطلع لي تلاتة كيلو متر طيب تالت مسألة عند التردد F3 بيساوي عشرة ميجا هرتز فهقول لمدة تساوي C على F السيب كام؟ ثلاثة في عشرة أس ثمانية طيب والF بعشرة ميجا وإحنا اتفقنا قبل كده أن الميجا يعني مليون يعني معناها عشرة أس ستة يبقى أنا أحولها يبقى هولو عشرة في عشرة أس ستة هتساوي كام؟ طبعا هنقسم بقى تلاتة في عشرة أس ثمانية على عشرة في عشرة أس ستة هتطلع تلاتين متر استنتجنا إيه بقى من النتائج تلات مسائل دول إن كلما زاد التردد قل طول الموجة لأن طبعا زي ما احنا شايفين في المسألة الأولانية كان التردد كان واحد كيلو هرتز فطول الموجة طلع كبير جدا تلتمائة ألف متر في المسألة الثانية لما التردد زاد لدينا طول الموجة أل في المسألة الثالثة لما التردد زاد أكتر عشرة ميجا هرتز طول الموجة أل أكتر بقى تلاتين متر بس يبقى نستنتج أنه كلما زاد التردد قل طول الموجة والعكس صحيح طرق انتشار الموجات اللاسلكية في الفراغ فيه تلات طرق نعرفهم مع بعدي كده الموجات اللاسلكية لما بنجي نرسلها يأم أرسلها بالقرب من سطح الأرض وتتجه مباشرة من هواء الإرسال في اتجاه هواء الاستقبال وهنا دي بسميها موجات أرضية أو موجات سطحية النوع الثاني من الموجات احنا نوجيها ناحية السماء فوق ودي نسميها موجات سموية فطبعا الموجات دي هديت لعفوق يقابلها طبقة الآيون سفير زي ما قلنا قبل كده فالموجات تنعكس على طبقة الآيون سفير وتعود مرة أخرى إلى الأرض فهنا الموجات دي كده أسميها موجات إيه سماوية الطريقة الثالثة اسمها موجات فضائية والموجات الفضائية برضو بنرسلها في اتجاه إيه؟ في اتجاه السماء ولكن طبعا تردداتها بتكون عالية جدا بتكون أعلى من 30 ميجا هرتز فبالتالي بتخترق طبقات الغلاف الجوي وتخترق طبقة الآيون سفير لتصل إلى الفضاء الخارجي عشان توصل لمين؟ للأقمار الصناعية اللي موجودة في الفضاء أو توصل لمركبات الفضاء يبقى أنا عندي دلوقتي تلات طرق لانتشار الموجات اللاسلكية موجات أرضية النوع الثاني اسمها موجات سماوية الثالثة اسمها موجات فضائية تعالوا نبص على الشاشة يبقى تنقسم طرق انتشار الموجات الكهرومغناطسية إلى موجات أرضية ودي بتنتشر فوق سطح الأرض وتكون متجهة مباشرة نحو هوائي الاستقبال الثانية اسمها موجات سماوية تنتشر نحو الفضاء العلوي وتنعكس على طبقة الأيونسفير وتعود للأرض الثالثة موجات فضائية ودي تختارك الغلاف الجوي لتصل إلى الأقمار الصناعية ومركبات الفضاء الشكل اللي قدامي ده بيوضح لي كلام اللي احنا قلناه هنا طبعا برج من أبراج الاتصالات وهنا طبعا هوائي الإرسال بيرسل الموجات اللاسلكية في موجات زي ما احنا شايفين تجهت في الاتجاه العلوي كده نحية السماء لكن انعكست على طبقة الأيونسفير ورجعت مرة أخرى إلى الأرض ودي بسميها موجات سماوية طيب في موجات تانية فوق تجهت نحية السماء برضو ولكن اخترقت الغلاف الجوي واخترقت طبقة الأيونسفير عشان تطلع فوق ايه للفضاء ودي بنسميها موجات فضائية وزي ما احنا شايفين طبعا القمر الصناعي موجود فوق في الفضاء فطبعا علشان نرسل الموجات اللاسلكية اللي بتحبر طبعا عن أي نوع من المعلومات لما اجرسلها عشان توصل إلى الأمر الصناعي لازم تردداتها تكون عالية جدا أكبر من 30 ميجا هيرتز علشان تختارق طبقة الأيونسفير وتوصل إلى الفضاء الخارجي الشكل الفيديو اللي قدامي ده طبعا بيوضح لي بقى انتشار الموجات اللاسلكية وزي ما احنا شايفين هنا محطة إرسال وطبعا هواي الإرسال هنا بيرسل موجات أرضية زي ما احنا شايفين بتتجه مباشرة نحو هواي الاستقبال وبالقرب من سطح الأرض طبعا الموجات دي ممكن تردداتها تكون منخافضة ممكن تكون ترددات متوسطة أو ترددات عالية على حسب طبعا الإشارة اللي أنا هرسلها ونلاحظ أن لو الإشارة اللي أنا برسلها ترددها عالي فهتوصل إلى مسافة أبعد يعني المسافة بين محطة الإرسال ومحطة الإستقبال هنا هتبقى مسافة كبيرة لأن الترددات بتاعة الموجات اللاسلكية ترددات عالية فهتوصل لمكان أبعد لكن بقى لو الترددات منخافضة زي ما احنا شايفين في الشكل قدامنا كده هنلاقي تحت هنا فهنلاقي أن الموجات هنا تردداتها منخافضة وأطوال موجاتها كبيرة فهنلاقيها أنها بتوصل لمسافة صغيرة يبقى لو الترددات منخافضة المسافة اللي هتوصلها الموجات هتكون مسافة إيه؟ قليلا أو مسافة صغيرة ونلاحظ كمان أن حجم الهوائيات اللي أنا بستخدمها حجمها يكون كبير لكن لو كان الإشارة ترددها عالي فيبقى الهوائيات اللي أنا بستخدمها حجمها يكون أصغر طبعا الموجات ديت زي ما احنا شايفين كده لما بنجي نرسلها الهوائيات بتحولها إلى موجات زي ما قلنا بتحول إشارة كهربية إلى موجات لاسلكية اللي هي موجات كهرومغناطيسية وبترسلها طبعا في الفراغ أو في الجو بتنتشر طبعا بسرعة الضوء لما يقابلها هواء الاستقبال بيحولها مرة أخرى إلى إشارة كهربية طبعا احنا عارفين الغلاف الجو بيحيد بالأرض الموجات بقى لو أنا أرسلتها فوق ناحية السماء زي ما احنا شايفين كده فبتنحني على طبقة الأيونسفير ها وتنعكس وتعود للأرض علشان يتم استقبالها ونلاحظ برضو أن هنا الموجات وصلت لمسافة أبعد يبقى الموجات السماوية اللي أنا برسلها في تجاه السماء طبعا ترددتها بتكون أعلى فهتطلع فوق ناحية السماء يعابلها طبقة الأيونسفير تنعكس وتعود مرة أخرى للأرض بس بتوصل بقى لمسافة إيه كبيرة جدا زي ما احنا شايفين كده في الشكل اللي قدامنا قدرنا نوصل الموجات هنا إلى مسافة إيه كبيرة طبعا طبقة الأيونسفير يعني من طبقات الغلاف الجوي وهندرسها بالتفصيل إن شاء الله لأن طبعا بتأثر تأثير كبير على الاتصالات اللاسلكية والموجات اللاسلكية دي لما برسلها طبعا في اتجاه السماء زي ما قلنا على حسب ترددها بتنحني على طبقة الأيونسفير وتعود للأرض كلما زادت تردد طبعا الموجات بتوصل لمسافة أبعد لكن لو الترددات بقت أعلى من قيمة معينة يعني أعلى من 30 ميجا هرتز فالموجات بقى بتختارق طبقة الغلاف الجوي وطبقة الأيونسفير وتوصل للفضاء الخارج طبعا طبقة الأيونسفير بتكون طبعا ارتفاعها حوالي 400 كم من سطح الأرض يعني طبقات الغلاف الجوي زي ما احنا عارفين طبقة التروبوسفير اللي هي الطبقة القريبة من سطح الأرض وطبقة الستراتوسفير الطبقة الأعلى منها ودي طبعا ما بتعكسش الموجات لكن طبقة الأيونسفير اللي هي بقى الطبقة المتأينة هي اللي بتقوم بعكس الموجات اللاسلكية لكن لو الترددات عالية زي ما قلنا أعلى من 30 ميجا هرتز لا الموجات هتختارق طبقة الأيونسفير لتصل إلى الفضاء الخارجي علشان توصل إلى الأكمار الصناعية لأن زي ما احنا قلنا الأكمار الصناعية هي عبارة عن محطات إرسال واستقبال فضائية يعني موجودة في الفضاء وبتكون وسيطة بين المرسل والمستقبل على الأرض الأمر الصناعي طبعا بيوجود في الفضاء وإحنا بنرسله عن طريق صواريخ يعني الأمر الصناعي دوت بتحط كده في صاروخ وبيتم إطلاقه على ارتفاع معين طبعا الأكمار الصناعية بتاخد مدار حوالين الأرض في أكمار طبعا بنقول أكمار متزمنة زي أكمار الاتصالات اللي احنا بنستخدمها لإرسال أو بس القنوات الفضائية تلفزيونية فالأكمار الصناعية ديت بتدور بشكل متزامن مع دوران الأرض وبيكون ارتفاعها 36 ألف كيلو متر من سطح الأرض علشان تدور بشكل متزامن مع دوران الأرض وطبعا زي ما احنا شايفين بنرسل الموجات من هواء الإرسال بتاع المحطة الأرضية محطة الإرسال الموجات طبعا بتختارك طبكة الأيونسفير وتوصل إلى القمر الصناعي يستقبلها ويكبرها وبعد كده يعيد إرسالها مرة أخرى للأرض علشان طبعا نقوم باستقبالها من خلال هوائيات الاستقبال الخاصة بأجهزة الاستقبال الأرضية ومن خلال طبعا الأمر الصناعي زي ما احنا شايفين قدرنا إن احنا نوصل الموجات إلى مسافات كبيرة جدا وميزة تانية للأكمار الصناعية إنها بتغطي مساحات شاسعة من سطح الأرض يعني القمر الصناعي الواحد يقدر يغطي تلت الكرة الأرضية بالإرسال وطبعا مساحة إيه؟ كبيرة جدا طبعا كناش نقدر نغطيها بالإرسال باستخدام المحطات الأرضية إلا لو استخدمنا عدد كبير جدا من محطات الإرسال والاستقبال الأرضي لكن باستخدام الأكمار الصناعية طبعا قدرنا إن احنا نغطي مساحات شاسعة وكمان مساحات صعبة كان صعب إن احنا نغطيها بالإرسال زي البحار مثلا وزي الجبال القمر الصناعي زي ما احنا شايفين طبعا بنقول ارتفاعه بيبقى حوالي 36 ألف كيلو متر من سطح الأرض وبيتم اطلاقه باستخدام صواريخ زي ما احنا شايفين كده الساروخ طبعا بيتم التحكم فيه من خلال محطة أرضية حد ما يكون على ارتفاع معين زي ما قلنا 36 ألف كيلو متر من سطح الأرض ودي هوائيات بتاعة محطات الإرسال والاستقبال الأرضية للتراصل مع القمر الصناعي القمر الصناعي طبعا بعد ما بيتم اطلاقه فوق بياخد مدار حوالي الأرض والهوائيات زي ما احنا شايفين كده الأرضية دي الهوائيات دي هي اللي بنستخدمها للتراصل مع الأقمر الصناعي فبيتم ارسال طبعا للإشارة من الهوائيات الخاصة بمحطات الإرسال الأرضية بنرسلها للقمر الصناعي فوق وهو بيقوم باستقبالها ثم يعيد ارسالها مرة أخرى للأرض زي ما احنا شايفين كده وبيتم توجيه الهوائيات دي طبعا ونقدر ان احنا نتحكم فيها الموجات طبعا بتوصل للأمر الصناعي استقبلها كبرها ويعيد ارسالها مرة أخرى للأرض علشان علشان يتم استقبالها وطبعا الأقمر الصناعية كمان يعني احنا بنستخدمها استخدامات كتير مش مجرد بس في الإرسال واستقبال قنوات التلفزيونية اللي احنا بنستخدمها في أنظمة تحديد المواقع جي بي اس علشان تساعد السفن والطيارات على تحديد وجهتها والعربيات كمان فيها أنظمة جي بي اس وتلفونات وبنستخدمها كمان استخدامات كتير زي الأرصاد الجوية وبتستخدم في الاتصالات المتنقلة اللي هي زي التلفون المحمول بس طبعا بيبقى التلفون خاص بالأكمار الصناعية يعني بيرسل ويستقبل عن طريق الأمر الصناعي على طول والأكمار الصناعية بنقدر أن احنا زي ما احنا شايفين كده من خلال الأمر الصناعي قدرنا نرسل إشارة من محطة إرسال في الجهة اليسرى من سطح الأرض وقدرنا نرسلها للجهة الأخرى الجهة اليمنى زي ما احنا شايفين كده طبعا ما كانش ينفع أصلا أن احنا نرسل إشارة ما بين طرفي القرى الأرضية بالشكل ده إلا لو استخدمنا محطات إرسال واستقبال كتير جداً طبعاً، لكن باستخدام الأمر الصناعي قدرنا إن إحنا نوصل إشارة بين طرفي القرى الأرضية زي ما إحنا شايفين وبطريقة سهل، وبنقدر كمان إن إحنا نوصل أو نربط الأكمار الصناعية ببعدها زي ما إحنا شايفين، والأكمار الصناعية دي تبقى شبكة أكمار الصناعية، ترسل وتستقبل الإشارات بينها وبين بعضها، وتغطي كامل سطح الأرض بالإرسال، زي ما قلنا زي أنظمة كتير زي أنظمة تحديد المواقع، وزي أنظمة الاتصالات المتنقلة، بتبقى شبكة أكمار صناعية بتغطي القرى الأرضية بالكامل بالإرسال، وزي ما إحنا شايفين كده، عدد كبير من الأكمار الصناعية، وبالتالي بتغطي سطح الأرض بالكامل، ما يبقاش فيه منطقة ما فيهاش شبكة أو ما فيهاش إشارة، الأكمار الصناعية برضو إن شاء الله يعني هنتكلم عنها بالتفصيل في في الأبواب القادمة، وهنعرف أنواعها واستخداماتها، وتركيب الأكمار الصناعية كمان، إن شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل يعني في وقتها، وصلنا لنهاية الحلقة النهاردة، يارب تكونوا استفادتوا معنا، وإن شاء الله في الحلقات اللي جاية شوفكوا على خير، وربنا يوفقكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته